هسأل يمكن السؤال الأخير أنا بس مستغرب يعني السؤال شوي لأن أنا أعتقد الفرق واضح ما الفرق بين الزكاة والصدقة ومتى نخرج الزكاة الصدقة عام مطلق يشمل الفرض والتطوع ولذلك الآية ستين في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الزكاة نوع من أنواع الصدقات يبقى نقدر نقول أن الصدقات عام مطلق عنوان رئيسي كيان الزكاة تحته طبعا الزكاة على أنواع فيه زكاة أموال وزكاة أبدان أبدان اللي هي صدقة الفط زكاة الأموال باختصار ما يقوم بالذهب والفضة البنكنوت وإلى آخره والأسهم والسندات وعروض التجارة ما هو الكبير في عندنا زكاة الأنعام البقر والجموس والغنم والماعز في عندنا زكاة الحرث اللي هو الإنتاج الزراعي خدت بالحضرتك في زكاة الركاز وإن كان ده معطل للأسف وأنشط الدول الإسلامية أن تفاعلوا لمصلحة الفقراء اللي هي تمتلك ثروات البترول والمعادن مفروض أن كل شركة من الشركات في البترول والمعادن أنها تأتي في نهاية العام المالي وتخرج نسبة حتى تسلمها للدولة والدولة تحولها للمشروعات الخيرية أو للمؤسسات الخيرية لو أن البلاد الإسلامية أخرجت الركاز ما وجدت فقيرا في بلاد الإسلام ولذلك أختم بسيدنا عمر بن عبد العزيز بعدله عليه رضوان الله وجد من يأخذ الزكاة لم يجد من يريد الحج من يريد قضاء الدين من يريد الزواج لا فآخر ما عمله سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه قال اشتروا بهذه الأموال الحبوب وانثروها في الصحراء وعلى أسطح المنازل لتأكلها الطيور حتى لا يجوع طائر في بلاد الإسلام يا سلام على العظمة